الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة شرق هيلان بمأرب بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها احتشاد مسلحين قبليين وتوتر في صنعاء على خلفية تصفية ميليشيا الحوثي أحد المشايخ المساندين لها في أرحب ووثيقة مصربة تكشف عن تحويلة مالية لشركة حوثية إلى الإمارات أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من قناة يام الشباب معكم صفا عبد العزيز وهشام جابر أهلا بكم والبداية من مأرب يواصل الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الوطنية وقوات التحالف العربي إحراز تقدم ميداني في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب للأسبوع الثالث على التوالي وأعلن الجيش فضى سيطرته على مواقع جديدة في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب وذلك عقب مواجهات دارت مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن تلك المواجهات خلفت أيضا ستة عشر قتيلا في صفوف الميليشيا دون ذكر تفاصيل أخرى وفي جبهة المشجح أسقط الجيش الوطني مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الواقعة غرب مأرب وفي جبهة الكسارة ذكرت المصادر أن غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات حوثية في ذات الجبهة ما أسفر عن تدمير آليات ومصرع وجرح كل من كان على متنها من عناصر الميليشيا نبقى في مأرب حيث قتل أربعون مسلحا من ميليشيا الحوثي الإرهابية بنيران الجيش الوطني استهدفت تحركات لهم في جبهة ماس على الأطراف الشمالية للمحافظة وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن قتل من الميليشيا سقطوا في قصف مدفعي للجيش استهدف خلال الساعات الماضية تحركات لعربات تابعة للمتمردين الحوثيين كانت تقل العشرات من عناصرهم في جبهة ماس على أطراف محافظة مأرب تتساقط أنساق ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك هي الأعنف منذ سنوات المزيد في التقرير التالي مثل برق يخطف الأبصار والأرواح معا هكذا تستقبل مأرب زحوف السلالة المتدفقة في عتمة الليل نحوها الليل الذي تسعى الميليشيا لتجعل منه ليلا أبديا تمحو به ذلك البياض الذي يتوسط علم الجمهورية غير أن مأرب هي أيضا لا تتوقف عن برهنة قدرتها على تعميم نور الصباح على مساحات البلاد وقلوب اليمنيين تفعل ذلك بصمود كبير وهي تبعتر أنساق الميليشيا وعناصرها التي تنتحر على أسوار المدينة العتيقة معارك هي الأعنف منذ بداية الحرب تشهدها جبهات مأرب منذ ما يزيد عن عشرة أيام نجح الجيش ورجال القبائل خلالها في إفشال انتفاشة الحوثي الذي بدى عاجزا عن إحراز أي تقدم كما يقول الواقع الميداني غير أنه نجح وكعادته في شيء واحد وهو إثبات إرهابه ودمويته وتأكيد كينونته كقائد عصابة تمرست على القتل غير عابئ بأعداد الضحايا الذي يقدمهم كقرابين لنزواته ومغامراته الدموية التي لا تنتهي هنا سرواح هنا تحصت أرواح الماليشيات الحوثية الإرهابية وإن شاء الله تكون نهايتك ودمارك في هذا الأرض ينظر الحوثي إلى مأرب كصنبور نفطا فيسيل لعابه ويدفع بكل قوته للسيطرة عليها بعد أن انتهى من مصادرة كل ثروات البلاد وفرغ من نهب المؤسسات العامة والخاصة أما أولئك المدافعون عن المدينة وكل اليمنيين الرافضين للسلالة وانقلابها فيرون في مأرب حسم الجمهورية وسدها المنيع فكيف لجشع الإجرام أن يتفوق على قناعة النضال تقول بنادق المقاومين وفي الوقت الذي يمعن المجتمع الدولي في التراخ أمام الإرهاب الحوثي المستمر من خلال التراجع عن تصنيفه جماعة إرهابية يمعن الحوثي في إرهابه أكثر عبر استهداف آلاف النازحين الفارين من سطوة انتهاكاته ليضاعف معاناتهم وأوجاعهم لكن هل يعني ذلك للمجتمع الدولي وإدارة بايدن والمبعوث الأممي شيء؟ ومتى سيتوقف المجتمع الدولي من التعامل مع الحوثي كطفل مدلل؟ يتساءل اليمنيون أظهر مقطع فيديو أن ميليشيا الحوثي الإرهابية دافعت بعدد من ذوي الإحتياجات الخاصة إلى جبهات القتال ضمن تصعيدها الأخير على محافظتي مأرب والجو وبحسب مراقبين فإن المقطع المصور الذي تم تداوله على نحو كبير يكشف إصرار الميليشيا على تجنيد كل الفئات وزج بها في محارق الموت بمن فيهم الصم والبكم مصادر عسكرية قالت إن قيادات في الجيش الوطني والمقاومة تفاجأت بوجود ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن الأسرى من عناصر الميليشيا في جبهة الضحيضة شرق مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجو وتعليقا حول هذا قال سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح قال إن ميليشيا الحوثي لم تترك جريمة إلا وارتكبتها فبعد تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في الحرب لجأت إلى تجنيد الصم والبكم في حربها على اليمنيين قالت مصادر محلية إن عشرات الأسر النازحة عالقة في مناطق المواجهات إثر اقتحام ميليشيا الحوثي مخيما للنازحين في مديرية صرواح غرب مارد المصادر أوضحت أن الميليشيا اقتحمت مخيما ذنى للنازحين ومنعت قاطنه من المغادرة ومن سمحت لهم فإنها تطلب منهم عدم أخذ أي شيء من مقتنيتهم وفي مديرية رغوان قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي استهدفت تجمعات سكنية بقذائف الهون وصوريخ الكاتيوشا ضمن عملياتها الممنهجة لاستهداف مناطق المدنيين وصعدت الميليشيا من عملياتها العسكرية باتجاه المناطق السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب منذ مطلع الأسبوع الماضي بعد انتكاستها في الجبهات وتسبب هذا التصعيد بنزوح مئات الأسر من مخيمات باتت في مناطق تماس عسكرية قال مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بصرواه عبدالهادي طعيمان إن قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية تسبب في نزوح كافة قاطني مخيم الزور ومخيم ذنى والذين يبلغ عددهم حوالي ستمائة نازح إضافة إلى نزوح ألف شخص من مخيمات صوابين والهيال إلى منطقة الروضة والتي تحوي خمسة مخيمات سابقة يقطنها تسعمائة نازح كما سمعتم والآن رأيتم بعينكم حدث النزوح الأخير الذي هذه الأيام بسبب الحرب التي دارت رحاها في مدير السلوح وتسببت المعركة إلى نزوح مخيم الزور بالكامل وكذلك مخيم المستشفى بالكامل عدد الأسر في مخيم الزور والمستشفى تجاوز ما يقارب 600 نازح ما بين نازح وما بين مضيف كذلك امتدت الحرب ووصلت إلى مخيم صوابين والهيال فتسببت بنزوح ما يقارب ألف نازح في المخيمين الذين صوابين الهيال وكذلك 600 في مخيم الزور الهيال يعني ما قارب 1600 نازح نزحوا إلى هذه المنطقة التي تتبع مدير السلوح منطقة الروضة والتي تعتبر المستضيفة وفيها خمسة مخيمات الذي مخيم أراك ومخيم العجم ومخيم البلق ومخيم البرقى ومخيم الروضة وعلى الصعيد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشان أوضاع المدنيين في محافظة مأرب مع تصاعد الأعمال العدائية من قبل ميليشيا الحوصل الارهابية وفي مؤتمر صحفي في جينيف قالت ليز ثورسل المتحدثة باسم المكتب إن المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية انقطعت عن مواقع النازحين داخليا في مديرية السرواح الجبلية مع تصاعد القتال مضيفة أنه نتيجة لذلك فر عدة آلاف من الأشخاص يحتاج الكثير منهم إلى المساعدة الإنسانية من سرواح باتجاه مأرب وتوقعت المسؤولة الأممية أن يضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من المنطقة إذا تواصل تحرك الخطوط الأمامية شرقا باتجاه المدينة وغيرها من المناطق المزدحمة بالسكان في محافظة مأرب بعد انسحاب قوات الجيش الوطني إلى وادي حلحلان ومحزام ماس والمخدرة وباقي المناطق المجاورة اتخذت تكتيكا معسكريا جديدا مكنها أو مكنها من نصب الكماء والشراك لعناصر ميليشيا الحوث الإرهابية وحول هجماتها المتواصلة إلى خسائر كبيرة لتكون تلك الأودية شاهدة على معركة أسطورية سيخلد التاريخ تفاصيلها وكيف كانت سبيلا وطريقا لاستعادة الجمهورية جبهة شرق صنعاء جذوة شعلة جمهورية تخمدها رياح الحرب الحوثية أو تؤثر فيها أعاصير المؤامرات والخيبات وعرقلة صرف رواتب ومستحقات منتسبها العالقة في رئاسة الحكومة لكنها تصدت لتلك المعويقات وتصدت لمئات الهجمات الحوثية ببسالة لم تبتعت قوات الجيش الوطني كثيرا عن فرضة نهمة عند انسحابها نهاية العام 2019 بل تمركزت في مناطق مفتوحة بواديح الحلان ومحزان ماس ونبعى وصحراء اللسان وأم العربي والمغدرة وهي مناطق ساهمت وبشكل كبير في رسم خريطة الحرب على طريقة الجيش الوطني وفق تكتيك عسكري وقتالي حديث وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة لمنتصبي الجيش والمقاومة وادي حلحلان يبعد حوالي عشرين كيلو متر عن جبال الفرض الاستراتيجية بنهمة وهو وادي تضاريسه مهيئة للحرب تمركزت فيه قوات الجيش والمقاومة ونصبت للحوثيين الشراكة والكمائن التي قتلت منهم المئات ولا يزال ساحة حرب مفتوحة حملت فيه الميليشيا الحوثية بالخيبات وجنت في جنباته الخسائر تجاوز حلحلان جبهة ماس وهي أرض قاحلة إلا من أشلاء الحوثيين وآلياتهم العسكرية المتناثرة على أطراف محزام ماس وسائلة الجميدر ومنطقة نبع الاستراتيجية مؤخرا حاولت الميليشيا الحوثية اختراق تلك الجبهات مستخدمة عشرات المدرعات والآليات العسكرية وألاف الجنود الذين قدموا من غبار التاريخ إلى غبار حرب لم تبق منهم أو تذر تبخرت مجامع الإمامة واحترقت آلياتهم في معارك تكتيكية تحكمت في تفاصيلها قوات الجيش الوطني وسهم طيران التحالف العربي في رسم معالمها بضربات جوية أحالت تلك الترسان الحوثية المنهوبة من معسكرات الدولة إلى حطام شمالا وعلى بعد خمسين كيلو مترا من مدينة مأرب تقع جبهة المخدر أم الجبهات في منطقة الجدعان وفاتحة النضال الجمهوري ضد قوى الإمامة أبان العام الفين وأربعة عشر منها حاول الحوثيون مجددا التقدم بعشرات الأنساق القتالية في عشرات الهجمات صوبى مدرية رغوان لكنها محاولات فاشلة ودامية قتل فيها المئات من عناصرهم وتبعثرت قوتهم في إشعاب الجدعان وأوديتها السحيقة تلعب جبهة شرق صنعاء دورا محوريا في تاريخ الصراع الجمهوري مع قوى الإمامة منذ سنوات ولا تزال جبهتها رأس حربة جمهورية بعثرت أمال الميليشي الحوثية وكانت حاجز صد منع أمام جحافل مرتزقة طهران ونتحول إلى الجوف حيث تمكنت وحدات قتالية تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إحراز تقدم ميداني شرق مدينة الحزم المركز الإداري للمحافظة وقال مصدر عسكري ليمن شباب قوات الجيش والمقاومة أحكمت سيطرتها يوم أمس الجمعة على مواقع جديدة إثرى هجوم شنته على مواقع ميليشي الحوثي في جبهة الضحضة شمال الحزم وأضاف المصدر أن 13 من ميليشي الحوثي قتلوا خلال تلك الموجهات فيما تم أسر آخرين في الجوف قالت قيادات عسكرية إن المعارك تتواصل باتجاه مدينة الحزم المركز الإداري للمحافظة وسط تقدم قوات الجيش في عدد من الجبهات المصادر أوضحت في تصريحات خاصة ليمن شباب أن المعارك تدور بين الجيش والميليشيا في جبهات الخنجر وبرط ومختلف الجبهات نحن اليوم نستعد وبعون الله وبمعنوية عالية لإستعادة محافظة الجوف وما خلف الجوف إن شاء الله وبالتلاحم مع أخواننا في الجيش الوطني في مارب في غيره في الساحل في أي محافظة كانت إن شاء الله وبعون الله نستعيد العاصمة صنعا ومن رحم المعانا يولد الانتصار بإذن الله المعركة مستمرة في اللي تمام في برط وفي الخنجر ومعنويات الناس عالية خاصة مع تكاتف الجهود الوحدات الكاملة من الساحل من عدن من أبيان من مارب من الجوف إن شاء الله بداية التحرير للمحافظات الجوف وبقية المحافظات بإذن الله على وشك وهذا المعركة تعتبر مصيرية بإذن الله خاصة يلوح فيها النصر مع تكاتف الجميع وتوحيد الصف تجددت المواجهات في عدد من جبهات الضالع بين القوات المشتركة وميليشيا الحوث الإرهابية وهاجم الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الجنوبية مواقع الميليشيا في جبهة مريس وقطاع غلق شمال وغرب المحافظة وكانت الأربع والعشرون ساعة الماضية قد جهدت مواجهات ضارية استخدمت فيها مختلف الأسلحة قوات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تغير على مواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهة مريس مخالفة خسائر بشرية بعد أشهر من هدوء نسبي وقيامها اليوم بدور المهاجم بدلا عن الدفاع في هذا اليوم المبارك نفذنا أغارة عميقة على مواقع العدو في جبهة مريس وأخسرناهم كثيرا من العتاد والبشر والحمد لله رب العالمين وما نريد من الجيهات الرسمية إلا الدعم والإسناد من أخوانا في التحالف العربي المعارف تركزت في مناطق القهرة ويعيس شمال مريس فيما دارت اشتباكات بقطاع غلق تخلى لها قصف مدفعي لقوات اللواء الثلاثين مدراعي استهدف مواقع حوثية وجميعها تهدف إلى دحر ميليشيا الحوثي وتأمين الضالع كما تقول قيادات الجيش والمقاومة وجه هذه رسالتنا لأخواتنا في دمت المتحوثين أن يرجعوا إلى صوابهم أن نحن قادمون قادمون إن شاء الله بإذن الله يا حوثي يا مكار وين المفر من قوم لله بايعينه باعوا النفوس لله ما هو خبر من أجل شراء الله ودينه هذا اللي هو الخامس حذار يا حذار مكرك قد إحنا فاهمينه وقايدنا أبو فارس لا أمر يؤمر وإحنا طايعينه سبوا أبو بكر سبوا عمر وكل الزنابيل سامعينه وسيدكم تقدسوا يا فتر وتقولوا القرآن قرينا أقسم قسم بالله رب البشر ما نقبل الشيعي ودينه مجددا عاد الوضع الميداني أكثر سخونة فهل سيغير الجيش والمقاومة من موازين القوى على الأرض أم هو مجرد تحقيق أهداف آنية في جبهة تشارك فيها المشتركة وتتواجد بقوة وسط توجسات من أي اختراق لميليشيا حوثية لا زالت أعينها على الضالع بحسب شواهد الحال اختتمت فعاليات الاحتفاء بالعيد العاشر لثورة الحادي عشر من فبراير في مدينة تعز بأمسية فنية أقامها مكتب الثقافة وتيار فبراير الديمقراطي وأكد فيها أبناء تعز مناصرتهم لمأرب ويتخوض معركة مصيرية تشترك فيها كل محافظات الجمهورية دفاعا عن الوطن والجمهورية وتر الثورة لم ينقطع أنغامه عالقة في الأرواح منذ عشرة أعوام تيار فبراير يتدفق فنا في أمسية أقيمت في تعز بحضور ثوري إيمانا بالثورة وتعبيرا عن التمسك بأهدافها رغم كل التغيرات على الساحة اليمنية فبراير ثورة وطن ثورة شعب صمد لمدة 33 سنة أو أكثر من 33 سنة على حكم علي عبدالله صالح أو المخلوع علي عبدالله صالح وهذه الأمسية اليوم هي من أجل أن نؤكد أن ثورتنا مستمرة وستحقق أهدافها إن شاء الله تحتفل تعز وتناصر مأربة في معركتها المصيرية ضد الانقلاب ولم تكن تعز دائما سوى الأشد قربا من كل المواقف الوطنية المشرفة المساندة للجمهورية وشرعيتها الدستورية التي يقاتل أبناء اليمن انتصارا لها في مختلف محافظات البلاد منذ ست سنوات مأرب انتصارها وانتصار الجمهورية المشروع واحد ويجب أن نقف ونساند مأرب في هذه المعركة القاصلة ما بين الحق والباطل ما بين الجمهورية وبين الكهنود ما بين النور وبين الظلام هي مشاريع مهمة ولذلك جاءت هذه الأمسية التي فعلا نثق أن رسالتها ستصل بلوي رائع تختتم فعاليات الاحتفاء بالعيد العاشر لفبراير في تعز لكنه ثورة لا نهاية لها في نفوس أبنائه حاضر معهم في جبهات النضال التي تشهد حربا ضد الانقلابيين الحوثيين منذ سنوات تعز ومأرب وفبراير ثلاثية اجمعها نضال وطني امتد من السلم إلى الحرب على مدى عشرة أعوام أحلام اليمنيين قضيتهم الأولى والسعادة الجمهورية هدف ثامن لكن للا حتى تحقيقه أيمن قائد أيمن شباب تعز قتلت ميليشيا الحوثي الإرهابية شيخا قبليا من أكثر المتعصبين لها ممن كان لهم الدور الأبرز في إدخالها إلى مدرية أرحب في صنعاء وتسبب مقتل الشيخ علي أبو نشطان برصاص الميليشيا في صنعاء المحتلة في اشتعال توتر غير مسبوق وقالت مصادر محلية أن شارع المطار مغلق منذ مساء الجمعة بسبب اقتتال داخلي بين عصابات ميليشيا الحوثي الإرهابية وقتل القيادي القبلي قرب حديقة الثورة في صنعاء برصاص عناصر من قوات النجدة التي يقودها علي حسين الحوثي نجل الهالك حسين الحوثي وتعد أسرة أبو نشطان من أشد الأسر تعصبا لميليشيا الحوثي في مدرية أرحب وجاءت عملية تصفية أبو نشطان بنيران الميليشيا بعد أسبوعين من اغتالها قياديا حوثيا كبيرا في محافظة عمران ممن تعاون معها مسبقا قتل أبو نشطان مع عدد من أفرد أسرته وساط العاصمة صنعاء التي تحتلها الميليشيا وصعت الميليشيا إلى تبرير عملية تصفيته بالقول إن مقتله كان يسبب أو بسبب ثأرات قبلية هذا وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قامت بتصفية أبو نشطان وأربعة من أقاربه بينهم شقيقته ونجله وذكرت مصادر محلية من أرحب أن قياديا سلاليا ينتمي إلى بيت الراعي استعانى بعناصر من النجدة التي يقودها علي حسين الحوثي نجل الهالك المؤسس للميليشيا وأقدموا على قتل أبو نشطان وأقاربه وقتل أبو نشطان أثناء زيارته شقيقته في حي الروضة شمال صنعاء كما قتل معه نجله وشقيقته واثنان من أبنائها أقامت إدارة الشرطة بمحافظة تعز المؤتمر الصنوي الثالث لتقييم الأداء والخروج بمقترحات حول الوضع الأمني والإسهام في تطوير العملية الأمنية بالمحافظة وقال مساعد مدير شرطة تعز العميد عدنان الثقاف في تصريح ليمن شباب إن المؤتمر تم تنظيمه بهدف تحليل الأداء لتطوير الوضع الأمني في المحافظة على أسس علمية ومنهجية وضف العميد الثقاف المؤتمر ناقش العديد من أوراق العمل لمجموعة من الأكاديميين والباحثين وتم فيها تشخيص الوضع الأمني وتقديم مقترحات ومعالجات لتطوير العملية الأمنية هناك أوراق عمل مقدمة من مجموعة من الدكاتر والباحثين يتم فيها تحليل الوضع الأمني والإثراء العملية لهذا المؤتمر بالأمور القانونية والأمور التي يحتاجها رجول الشرطة أثناء أداء عمله إن شاء الله نخرج من خلال هذا المؤتمر بتوصيات المقترحات مفيدة وتسهم بعمل تطوير الأداء الأمني كاشفت وثيقة صادرة عن شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي موجهة إلى البنك المركزي تطلب تحويل أكثر من ثلاث مليون دولار إلى بنك الإمارات الإسلامي في دبي وتضمنت الوثيقة توجيها بتحويل قرابة ثلاثة مليون ونصف المليون قيمة شحن النفطية عام 2016 على سفينة تتبع شركة الذهب الأسود التي يملكها القيادي الحوثي علي قرشة وأنشأ القيادي الحوثي شركة الذهب الأسود بعد قرار ميليشيا الحوثي بتعويم استراد المشتقات النفطية قال تقرير خبراء العقوبات أن علي قرشة ودغسان ومحمد عبدالسلام في ليتا سيطروا على تجارة الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا أفرجت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت خلال الساعات الأخيرة عن ثلاثة صحفيين وناشطة احتجزتهم أثناء وقفة احتجاجية يوم الخميس على الوضع الاقتصادي المترد في البلاد أقلت مصادر صحفية أن السلطات الأمنية بمدينة المكلة أفرجت أمس الجمعة عن مراسل قناة يمن شباب معتز النقيب وقناة المهرية زكريا محمد وسبق ذلك الإفراج مساء الخميس عن الصحفية هالا بغضاوي والناشطة يسرى البطاطي وبحسب المصادر فإنه لم يتم توجيه أي تهمة للصحفيين الثلاثة فيما لم تعلق السلطات الأمنية على توقيفهم والإفراج عنهم وقبل أسبوع هدد محافظ حضر موت فرج البحسني في تصريحات صحفية بمنع الوقفة الأسبوعية التي تنظم كل خميس بعد اتهامه للقائمين عليها بتنفيذ أجندة مخابرات معادية في السياق أدنت خمسة أحزاب ومكونات سياسية منع السلطات في حضر موت تنظيم وقفة المكلة الاحتجاجية والتوقيفات التي حدثت خلالها ودعت الأحزاب في بيان رئاسة الجمهورية والحكومة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها الإنساني لإيقاف قمع الحريات الذي قالت إنه بات يستفحل في حضر موت ويهدد السلم الاجتماعي الأحزاب أكدت تمسكها بحرية التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون وقالت إنها لن تألو جهدا في الوقوف مع الحقوق والمطالب الشرعية والسعي إلى تطبيق القوانين التي تكفل حرية التعبير وستقف ضد كل من يخالف هذه القوانين لعدم تكرار هذه المخالفات من ملاحقة للناشطين السياسيين والإعلاميين بسبب مطالبات مشروعة هذا وأعلنت قيادة الوقفة الشعبية السلمية في المكلة عن تنظيم مؤتمر صحفي الاثنين المقبل وذلك بعد اعتقال عدد من ناشطيها على دمة الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي يجري تنظيمها كل خميس للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وفتح مطار الريان وأكدت قيادة الوقفة في بيان مساء الجمعة استمرارها في إقامة الفعالية الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبها المشروعة وقالت إنه لن يسنين القمع والممارسات السلطوية التي لا تجهد غير استخدام آلتها الأمنية والعسكرية لتكريم أفواه المطالبين بحقوق أبناء المحافظة بيان الوقفة أوضح عن تدهور الوضع الصحي لاثنين من المعتقلين حيث يعانون من أمراض مزمنة مطالبا كل الفعاليات الاجتماعية والسياسية بإدانة اعتقال قيادة الوقفة وبعض النشطاء والصحفيين باعتبار ذلك فعلا مشينا ويمثل تعديا على الحقوق الدستورية للمواطنين ومواثيق الأمم المتحدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدأت محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بالتوقف التدريجي نتيجة لنعدام الوقود المخصص لتشغيل المحطات وأمس الجمعة خرج 30 ميجاوات عن الخدمة وهو رقم مرشح للتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية ما لم تصل شحنات وقود الديزل وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة كهرباء بفعل عجز الحكومة عن توفير شحنات الديزل بشكل منتظم وهو أمر متعلق بأسباب مالية لدى الحكومة بحسب مصادر مطالعة ختم هذه النشرة وهذا تذكيراً بأهم العناوي الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة شرق هيلان بمأرب بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها احتشاد مسلحين قبليين وتوتر في صنعاء على خلفية تصفية ميليشيا الحوثي أحد المشايخ المساندين لها في أرحم ووثيقة مسربة تكشف عن تحويلات مالية لشركة حوثية إلى الإمارات دمتم وعظام اليمن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة